ترأس رئيس عدل منصور اجتماعاً ضم رئيس الوزراء وعدد من السيدة الوزراء ورئيس المخابرات العامة ومدير إدارة المخابرات الحربية صارع سفيئها بدوي المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات الأضاع في ليبيا ونعكساتها المحتملة على مصر فضلاً عن سبل تأمين حدود مصر الغربية كما تناول الاجتماع سبل تأمين الانتخابات الرئاسية القادمة مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاق في خارطة المستقبل ترأس المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والنقل والإعلام ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير إدارة المخابرات الحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقد اتمأن السيد الرئيس على سبل تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتولى عملية تأمينها وزارة الداخلية بالتعامل مع القوات المسلحة وأعطى المستشار عدلي منصور توجيهاته بتوفير كافة الظروف الملائمة لإتمام عملية ادلاء المواطنين بأصواتهم في سهولة ويسر ودون أي معاوقات كما استمع السيد الرئيس إلى سبل تأمين مقار لجان الانتخابية ولم يقتصر الاجتماع على الشأن الداخلي فقط بل كان الأحداث التي تشهدها ليبيا حاليا مساحة على طويلة الاجتماع حيث تم تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها المحتملة على مصر فضلا على سبل تأمين حدود مصر الغربية هذا وقد وجه الرئيس عدلي منصور السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ارتباطا بتطورات الأوضاع الليبية وإنشاء غرفة عمليات لمتابع تطورات الأوضاع أولا بأول والتعامل مع انعكاساتها على مصر تابع لكم الاجتماع لم يأموا في التلفزيون المصري